اشتركوا في القناة تؤيد الدستورية مجلس الشعب باطل بأكمله المصري اليوم مصر وإسرائيل تدفعان بتعزيزات أمنية إلى الحدود الأهرام أوباما يؤكد في رسالة لمرسي رفضه للفيلم المسيق للإسلام والعنف ضد الأبرياء المصري اليوم الشيوخ يرفض قطع المعونة عن مصر ويعتبرها ضمانة لأمن أمريكا الشروق مجلس الوزراء يدرس علاج الموازنة وكنزيليا اجتمع مع ممثلي الفلاحين المصري اليوم قرية العسيان المدني تعلن انفصالها عن الضقهلية والأهرام الصفحة الأولى وقفة عرفات الخميس 25 أكتوبر ونبدأ بالخبر الأول من جريدة الأهرام تطبيق كادر العاملين بالصحة من يوليو المجلس والخبر الأول بيعبر عن اللي احنا فيه كلنا في البلد دلوقتي يعني هي المشكلة مش متعلقة بكادر العاملين بالصحة بس لا كل شوية هنلاقي اضراب بيخلص بيبتدي اضراب تاني لأن كل فئة بتطلب أو لها مجموعة من الطلبات اللي هي عايزة تحققها ونجاح كل فئة بيشجع فئة تانية طبعا في النهاية على أنها تقوم بإضرابات طبعا ممكن أكون بلوم الإضرابات الفئوية والمطالب الفئوية بدرجة ما بس في النهاية كمان أنا بلوم حكومات متعاقبة على أنها المفروض تكون بتحقق العدالة الاجتماعية بطريقة متوازنة في مقارنات بتحصل دلوقتي يعني أنا تحديدا في الخبر ده كنت قاعد مع صديق طبيب من يومين فهما كانوا بيفكروا أن هما هيعملوا إضراب النهاردة يوم أحد يعني فأحد بيسألوا أنتوا هتعملوا إضراب لي قالوا لأن المضيفة لما تبقى بتاخد 8000 جنيه وترفعت أجرها لـ 12000 جنيه وهي ما بتعملش حاجة زي ما احنا بنعمل طبعا أنا رفضت المنطق قلت لهم في كل الأحوال يعني المقارنة بين وظائف معينة كل وظيفة آه أنت ممكن تكون بتعمل دور جليل والكلام ده كلك تبقى من وجود كبير جدا بس في النهاية فيه مؤسسات بتحقق أرباح بطريقة معينة وفيه الجهات خدمية فيه نوع من أنواع العدالة الاجتماعية لازم يتحقق ولازم الحكومة سواء دي أو الحكومات اللي جاية تبتدت تضع خطة طويلة الأمد لأن ده يتحقق علشان ما ندخلش في دوامة الإضرابات الفئوية المستمرة لأن في النهاية على فكرة أنا هيتطبق كدر العاملين بالصحة المدرسين كانوا محتاجين ولسه محتاجين يعني هردك شايف أن بقى فيه مقارنة بالتالي الإضرابات أصبحت عدوى لسبب مهم جداً هيخلص النهاردة هيجي بعد كده إضراب في مكان تاني هياخده مزايا أكبر ونفتكر اللي كان بيحصل في الآيام الأولى للصورة مع الحكومات اللي كانت جاية من بطن الصورة من الرحم الصورة كانت الطلبات بتبتدي بتترفع بطريقة معينة وبعد ذلك لما يتلاقوا أنها توافق عليها يبتدي سعف الطلبات يزيد يعني الخبر ده يعني أعايز أنقل منه الخبر تاني أنتوا عاملينه رقم من سبعة طيب خليني برضو أكد أحدك في أول أكتوبر حيكون فيه كمان إضراب للأطباء خلينا نقول برضو أن مشكلة الأطباء والعاملين عموماً بوزارة الصحة بدأت من فترة طويلة جداً يعني بيعانوا من مشاكل في الأمن ومن مشاكل في الدواء ومشاكل يعني تعرضوا الحاجات كتير أهم تعرضوا مشاكل كتير وانا على فكرة لما بقول أن أنا ضد فكرة الإضرابات الفئوية أنا بديهم بعض الحق لأن في النهاية إذا كان هو ده الإسلوب اللي سايد دلوقتي علشان أخد حقي فأنا خلاص يعني إشمعنا لأنه ليس يكون حق كطبيب أو كمعلم أو إلى آخره في النهاية لابد من وضع الأطباء في خلال بعد الثورة ما كانش مشكلتهم مادية لا مشكلة زي ما حالك قلت من شوية هي مشكلة متعلقة بالأمن ممكن أن يكون في مستشفى في غرفة عملية بعمل عملية ولا أن في ناس اقتحموا علي الغرفة علشان يأخذوا المريض مثلاً يقتلوه حصلت في وقاعة متعددة المشكلة دلوقتي إحنا دخلين على منحنة شديد الغرابة والخطورة رغم طرفته يعني دي غريبة جداً الخبر رقم سبعة اللي هو نشرى المصري اليوم في الصفحة قرية العسلان المدني تعلن انفصالها عن الدقاهلية قرية دي اسمها قرية التحسين حسب ما الجورنال نشر ووجهت خطاب لرئيس الجمهورية بتقوله أنها بتعلن انفصالها عن الحكام الظليمين بتوع المحافظة وإن لم يكن الإعلان ده بينطبق على البلد يعني هم منتمين للبلد ومحترمين شرطتها وجيشها ومنظمتها إنما المحافظة هم مش معترفين بها يعني بالمعنى الفعل يعني إيه قرية تنفصل عن محافظة بتعلن انفصال بتفكرنا باللي حصل زمان في أيام الاحتلال الإنجليزي لما تم إعلان جمهورية زفتة يعني في تم مدينة زفتة أعلنت استقلالها بطريقة ما الكذا يوم وكانت حدثة شهيرة جدا في التاريخ المصري إنما اللي بيحصل دلوقتي مالوش علاقة اللي بيستعمار ولا بغيره الأخطر من ده إنه هم بيقولوا إن ابتداء من يوم الخميس الجاي القرية هتبتدي تعلن نفسها قرية منكوبة قرية منكوبة أهم المشاكل يا فندم الأول الخبر ما قالشي بس هم معطردين هم معطردين يعني تقرير النشر ما قالشي الكلام ده إنما هم معطردين على تجاهل إدارة المحافظة يعني إدارة الحكم المحل الموجودة للقرية دي عسيان مدني هم انفصال بيعلنوا إن هم هم اللي بيعلنوا على فكرة إعلان قرية منكوبة ما بيجيش من أهل القرية أو أهل المدينة أو على مستوى العالم اللي المفروض بتجي من السلطات المحلية لما بتلاقي نفسها عجزت عن إن هي تعمل حاجة فبتبتدي تعلن حالة طوارق قصوى وعدد سكان القرية اللي عددهم 3,000 أعلنوا إن هم لو ما حصلش حل المطالب هم هيعملوا إيه عابدوا نفسهم 3,000 ويروحوا يقيموا قدام القصر الجمهوري يعني لو حركت من سكان مصر أو مدينة نصر أو الكلام ده كله يبقى فيه شلال تام وفي قرية فارغة في المقابل أحنا قدام نكتة هو الغريبة بس إن الخبر فعلا يعني ما قالش إيه المطالب هم مطالب هو اختزل اختزل اللي حصل فيه اعتراضهم على سلطات الحكم المحلي اللي هي أكيد بقى في الحالة لزي كل الخدمات مش موجودة من وجهة نظرهم والكلام ده أنا بقولك الخبر مضحك بس في نفس الوقت يعني منذر بحاجات تانية منذر بحاجات تانية لسبب مهم جدا تخيالي لما يحصل حاجة زي كده كام قرية أو كام مدينة هتعلن استقلالها عن محافظات طبعا هو الاستقلال ما فيش حاجة اسمها استقلال وهو كلام بكل أول إنما في النهاية احنا قدام حالة تانية من الاعتصامات أو الإضرابات الفئوية بس فئوية مكانية يعني مش فئوية بقى مرتبطة بالوظائف أو الكلام ده لا مرتبطة بالأماكن أنا النهاردة عايش في حي مديد نصر أنا شايف أن نبتدي نجمع توقعات وإحنا ملناش علاقة بمحافظة القاهرة حقيقة ساكنة في مكان تاني تبتدوا تجمع توقعات وهكذا تبقى وحدات مستقلة بقى بس فيعني دي مشكلة كبيرة أكيد من الأخبار صفحة الأولى أخيرا الإدارية العليا تؤيد الدستورية مجلس الشعب باطل بأكمله المحكمة الإدارية العليا إبارح أكدت على إحنا قدام حكمين لنفس المحكمة حكم أجل دعوة اليوم 15 أكتوبر الجاي للفاصل في التبلل المذكرات والحكم ده وهو حكم طال مجلس الشعب بأكمله الخلاف كان على أن البطلان يبقى بيمس التلت الفردي ولا بينطبق على الجميع طبعا أنا شخصيا كنت متوقع الحكم ده كمهتم لأنه مش متخصص في القانون إنما كمهتم لسبب مهم جدا إحنا من زمان وإحنا بنسمع وبنشارك في نقاشات وبنقول إن اللي حصل في مجلس الشعب ده نوع من الاعتداء على القانون في قانون موضوع وحصل إنه هو في قواعد أو لوائح وكلام ده وضعت لتغيير النسب هي بتاعة الفردي والقايمة والكلام ده إنما في النهاية في متخصصين كتير في القانون من بينهم أعضاء في مجلس الشعب وكان على رأسهم أبو العز الحريري هو كان في المجلس وكان بيقول إن المجلس ده بطل وكان فيه آراء كتير جدا بتقول إن المجلس بطل اللي هم بعدهم بعد كده رجوا تاني بعد حكم المحكمة الدستورية يهجم الحكم طبعا أنا لازم نأخذ موقف البعض بتفاهم لأن في النهاية في بعض الناس لقوا إن الحكم توقيته هو اللي كان غريب لأن فيه تسيس للموضوع في النهاية أنا شخصيا أحب أتكلم في مضمون الحكم أو أحب أفكر فيه اللي هو الحكم الأولاني بتاع الدستورية هو حكم بحكم اللي إحنا سمعناه وشوفناه ومو خبراء متخصصين كان حكم عادي جدا وطبيعي جدا في ظل كل هذه المعطيات وبالتالي فكل الألعاب اللي بتكون معرسة دلوقتي علشان نرجع وما نرجعش ونعملوا الكلام ده كله العملية باختصار شديد لازم إحنا قدام أحكام قضاء ده بد من تنفذها يعني حكم اللي صدر مبارح عشان إحنا كل أسبوعين ثلاثة بنفاجأ بالتصريحات جديدة وأحكام جديدة فهل الحكم اللي صدر مبارح هو نهائي واجب النفاذ وفقا لتفسيرات القانونيين ده حكم النهائي وخلاص يعني عودة مجلس الشعب ده غير ممكنة بالمرة وإن كان فيه منشطة أنا شايفه الجورنال تاني بيقول يحرم أو يمنع الإخوان من دخول مجلس الشعب أنا هنا مع الحكم اللي هو فكرة أن الأعضاء الحاليين سواء كانوا إخوان أو غير إخوان مش هيرجعوا المفروض مايرجعوش مجلس الشعب بالتشكيل ده إنما هم هيرجعوا لأ الانتخابات اللي جايها عن طريق الانتخابات وأعتقد كلنا شايفين الواقع عامل إزاي المصري يوم الصفحة الأولى مصر وإسرائيل تدفعان بتعزيزات أمنية إلى الحدود وناس كتير جدا مواطنين كتير جدا ابتدوا يعني يستشعروا كده خطر قادم من سيناء والأسف ده استشعر متأخر جدا والمفروض من بعد الثورة ودي كانت مطالبات كتير بضو كانت مهمة جدا أنها تتعامل إحنا في حالة مد ثوري وفي عندنا ضغط شعبي كان بيتيح فرصة المطالبة بتعديل بعض بنود اتفاقية كامل ديفيد والتعديل ده واضح تماما أنه كان مطلوب لسبب لأن التواجد الأمني المصري في سيناء تواجد ضعيف جدا والنتيجة أننا بنتضرب هناك وبتطلع عمليات من الدول المجورة سواء كنا معطرفين بها أو مش معطرفين بها المهم في النهاية على مستوى الشخص البلد معطرفة بها إنما أنا بتكلم عن مستوى الشخص معطرفين بها أو لا إنما فيه أعمليات بتعملوا منها عملية مبارح لسا عملية مبارح لسا بتحصلها على الحدود في النهاية التواجد الأمني ضعيف جدا وبالتالي إحنا قدام منطقة مصرية فارغة بالكامل من أي مقاومات الدفاعنا والدليل إن عندنا كام مجند وظابط ضرب وفرفح دول مفروض أن هما المسؤولين على الحماية يعني دول مفروض لو حد بيتضرب قدامه لو فيه عضوان على البلد هما بيصدوه ومع ذلك قتلوا غدرا وبالتالي فشبه جزيرة السيناء فارغة واللي حصل فيها خلال الفترة اللي فاتت كان لابد منه ولكن في النهاية لغاية دلوقتي وضح إن فيه بؤر بدليل إن احنا من يومين ثلاثة سمعين على إن هما كانوا بيحاولوا يسقطوا اللي موجودين هناك سواء كانوا تجار مخدرات أو تطرفين أو كده بيحاولوا يسقطوا حتى طائرة الكتر ومش بس ضربوا بأسلحة ولا كلام ده كله صحي بوار إجرامية وإرهابية وجهادية وكل الأشكال فكال لابد من تعديل الاتفاقية بحيث إن يبقى عندنا فرصة إن إحنا ندافع عندها ندافع عن البقعة دي وبدل على فكرة المساحة المفروض إنها تبقى مساحة يعني مساحة تنمية إن دي مساحة لا يستهام بيها سواء كانت سياحية أو زراعية أو إلى آخره ومع ذلك هي مساحة مقتطعة إحنا عندنا شوية نقطة حدودية حدودية تحت وفوق اللي هي منتجات سياحية إنه ما فين المدينة فين المحافظة بالكامل أو المحافظتين بالكامل قبل ما يكون عندنا خطة تنمية إحنا من بداية شهر أغسطس وبنعني في أزمة من أزمة في سينة من أول حادث الأليم اللي حصل لستوش فيها عدد كبير من الجنود والزباط المصريين بعد كده سمعنا عن عملية نسر التي تحولت فيما بعد العملية سيناء وتمشيت لكل الجبال من البورجرامية والإرهابية اللي حدودت تتكلم عنها لكن لحد النهاردة ما سمعناش عن أي نتيجة لكل التحيات اللي حصلت أو نتائج حقيقية زي ما بيعلنوا عن مثلا الأبد على عدد من الخارجين عن قانون أو الأبد عن عدد من المجرمين بس ما نشوف ناش حاجة هنا بقى تتسئل الجهات المعنية للتأجيل وخاصة أن إحنا مع السياسة الشفافية إحنا فيه كلام كتير بيت قال عن جهات متورطة وعن خلافات كانت على مستوات عليا جدا علشان ما نتكلمش عن ده دلوقتي مش فيه متحدث رسمي دلوقتي فيه متحدث رسمي لكل حد المحافظ دلوقتي ليه محافظ كل الناس اللي هي متحدثين رسميين الحمد لله بس المهم من اللي يتحدث بطريقة تقنع المواطن المصري يعني لما نجي نتكلم في البداية عن حماس وبعدين نتكلم عن اتصالات على مستوى عالي لا أو التقارب وما ينفعش إن احنا نفتح الموضوع وبعدين نطلع بعد كده مش حماس وإن هما تنظيمات تعتبر تنظيمات متطرفة جدا في القطع في غزة كل ده بيضور في الشارع والمفروض اللي بيضور في الشارع ده علشان ما يتحولش يعني أنا ممكن أسمع إشاعة وأقولها دلوقتي ممكن تتحول إلى حقيقة مؤكدة طالما ما فيش رأي رسمي بيضحضها أو بيرد عليها أو بيؤكدها يعني هي دي المشكلة الأساسية سيناء هتفضل كده ده لسبب لإن إحنا رد فعل السيسة رد الفعل يعني إحنا كنا مستنيين أبناءنا يموتوا علشان نبتدي نعمل رد فعل طب ما إحنا عارفين من البداية ولا كنا مستنيين اللي بيحصل ده علشان ناخد يعني موافقة ضمنية أو صريحة من إسرائيل إن إحنا نبتدي نمشط يعني في النهاية يعني مش خبرين مرتبطين بعض من الأهرام ومن مصر اليوم أوباما يؤكد في رسالة لمرسي رفضوا الفيلم المسيئة للإسلام والعنف ضد الأبرياء والخبر الآخر من مصر اليوم الشيوخ يرفض قطع المعونة عن نصر ويعتبرها ضمانة لأمن أمريكا هو أنت ربطين ببعض وده في ناس ممكن تربطهم ببعض يعني في النهاية هل دي رأيبين كده يعني شكلهم كده مرتبطين ببعض ليه؟ لأنه الخبر الأولين طبعا بيتكلم عن الفيلم المسيئ والخبر الثاني بيتكلم عن المعونة اللي هو بيطالب أحد النواب مجلس الشيوخ الجمهوريين من فترة أنه يقطعها عن بعض الدول اللي هي تعتبر يعني علاقتها مضطربة مع أمريكا مش علاقات الرسمية إنما بيقول أننا ما ينفعش ندي معونة لبلاد بيتحرق فيها العالم الأمريكي وبعدين طالب بحاجة غريبة جدا إنه يبقى فيه حاجة اسمها الربيع الأمريكي زي الربيع العربي إنما ينفعش إن فلوسنا تروح برا وإحنا مش لقين وطلبين وعايزين والمواطن الأمريكي عايزة دولة أصبحت عبق على أمريكي فالمعونات للدول اللي هي غير حليفة على المستويات يعني غير حليفة هو زي ما أوباما بالضبط قال لا دولة صديقة ولا عدو فهو دي المشكلة فطبعا اللي حصل دلوقتي لما يجي ده في بعض الناس ممكن يقولوا عشان الأزمة فنحاول نلطف الأعلاقات شوية إنما في النهاية هو الأغلبية يعني القرار ده أعتقد ترفض الطلب ده ترفض بأغلبية صاحقة واحد وتمين عضو رفضين لقطع المعونات وعشرة مؤيدين الخبر اللي قبله بقى اللي هو بتاع الفيلم الموسيق للإسلام المشكلة الأساسية إن احنا في أحوال كتير بننفخ في الرماد يعني آه في مبرر طبعا وإحنا ضد الإساءة وضده وضده وكلام ده كله بس في النهاية الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيسألي وهو حي تمام وبعد ما توفي طبعا الإساءات مستمرة والمستشرقين من حوالي 150 سنة وهم بيكتبوا كلام كتير جدا وكان بيترد عليهم دال إن احنا كنا حاسين إن الإسلام قوي تمام إنما دلوقتي الناس حاسة إن فيه حالة ضعف فكل حاجة مظاهرات طب المظاهرات أنا مش ضد المظاهرات إن أنا عبر عن رأيي إن أنا أكون قاعد معاك هنا ومتعجبنيش أنزل عمد الضاهرة ضدك تحت ده وجهة يعني وجهة من أول يعني صورة من صورة تعبير عن الرأي بس في النهاية أوصل رسالة وما أحملش الموضوع أكبر من حجمه اللي بيسيء في النهاية أقدر أرد عليه وفيه مطالبات وفيه مطالبات دلوقتي علشان بس تبقى الأمور موضوعية فيه ناس بتطالب بإن يبقى فيه محاولة لاستصدار قوانين دولية تجرم الإساءة الأديان بصفة عامة زي معادات السامية ما ينطبق على معادات السامية ما ينطبق على الإسلام وعادات مسيحية وبالتالي في حالة ذلك مع الأخذ في الاعتبار إن بعض الأحيان أوه دي محاولة مغردة لكل تفاصيلها هي محاولة مغردة إنما في أحوال تانية بيتنبع هناك من حرية التعبير بدليل إن هم ونفسهم في يوم من الأيام رواية كزامتزاكس الأخير للمسيح تحولت إلى فيلم أثار المسيحيين على مستوى العالم وطلعوا مظاهراته كل حاجة من غير ما يكون في إساءة متعمدة إنما المرات دي أهو في إساءة متعمدة بس إزاي نستثمرها صح بدون ما نكون بنهتف ونطلع شحنا من جوانا ونقعد بعد كده ما فيش كأنه ما فيش حاجة يعني كده خلصت الأخبار موجودة معنا النهارده وكل سان كل حراكك طيبين يعني من وقفة عرفات الخميس خمسة وعشرين أكتوبر كل سان حراك طيب وبشكر حراك جدا أستاذ إيهاب الحضر يكتب صحفي بمؤساس الأخبار اليوم بشكر حراك صباح كيش شاهديني خليكم معنا بعد الفاصل حنكمل باقي فكراتنا في نهارك سعيد اشتركوا في القناة